أستاذ محمود من بني سويف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمود حضرتك أنا عندي مشكلة مع مراتي في أن في يوم الأيام أنا قبل تالت تاني يوم العيد كنت مسك موبايلها ولقيت في مكالمة كده يعني على الوطف أي نعم هي دفكة يعني باحترام بعتبها زهلت مني ولم تهدومها ومشي معلش أنا عندي سؤال بس أنت هترجع تسأل على مسألة الطلاق ولا تسأل على مسألة إزاي تتعامل مع المكالمة دي هي المبدأ مش في كده المبدأ في أن هي متهماني بأن أنا بتهمها في شرفها وأنا لا أقصد هذا أي وحدة أي وحدة خلينا أقولك أصعب من كده أستاذ محمود أي وحدة جوزة هيفتش في مبايلها وهي عتكون شريفة عتعتبره أنه بيبايل يعلم الله يعلم الله اسمع يا سيدي محمود أنا بفهمك أنا أسألك سؤال أنت حصلت على أي درجة علمية في الستات أبدا فأنا بفهمك لغة الستات والستات بتفكر إزاي أي سيدي في الدنيا هتدور في مبايلها هي ما عندهاش ترجمة لده غير أنك أنت بتشك في أخلاقها بتبتدي بمستوى أن أنت بتشك في أخلاقها المستوى الثاني لو جيت سألتها إيه معنى الكلام اللي موجود في المكالمة ده على طول أنت بتشك في إيه بتتعن في شرفها هي معا هي كده الستات كده يعلم الله أنا من قصد كده كويس أنت كنت السؤال ده لازم تسأله قبل ما تروح تعمل اللي أنت عملت وإنت عملت إيه قلت لها يا فلانة ينفع كده بالزبط كده ينفع كده إيه بقى هي هتقولك إيه كده فهتقول لها كده يعني قلت لها أنا مش غلطانة أنا ما عملتش حاجة غلط بويس بس أنت هتقول لها كده يعني هتقولك أي وقول أنت عايز تقول إيه قلت لها أنا مش غلطانة أنا ما عملتش حاجة غلط طيب ممكن نتوّر السؤال ونخليه أنا كنت مفروض أعمل إيه ودلوقت مفروض أعمل إيه إيه رأيك حاضر يا دكتور طب أنا مبارح كنت أقعد مع عمها من عشان نحل المشكلة دي وطبعا قال لها إيه طلباتك قلت لها نكتب أي مجديدة وعايزة ذهبي ونبقل من الشقة اللي فيها لشقة تانية في ممطقة تانية أغلى من الشقة اللي أنا أقعد فيها ده اسمه ده اسمه عقاب يا فندم دي بتعقبك هي بتاخد إيه بتاخد هي بس بتاخد حقها إن أنت تهمتها إن أنت تهمتها هي بتاخد حقها هي عايز ده الشعور اللي جواها أنا مش بقول لك يا اللي بتعمله ده صح ولا غلط بس بقول لك إيه الشعور اللي جواها هي عايزة تاخد حقها طبعا الرجال اللي بيسمعوني دهوقتي يقولوا أنت بتفسر وبتبرر للستات لا أنا بفهمكم يا سادة لازم تفرقوا ما بين حكتين ما بين التفسير والتبرير أنت بتقول لي أعمل إيه حاول بقدر الإمكان أن أنت تحسسها بأنك أنت بتحترمها بتقدرها تكلمها كلام حلو عنها أنت بتقول إن الكلام ده قل لها دي لحظة غيرة وطبيعية وخليها تسمع كلامي يا زوجة السيد محمود طبيعي إن زوجك يغير عليك وزوجك لو ما غرش عليك يبقى فيه حاجة ومش طبيعي أقول لك حاجة ومش طبيعي إن يبقى فيه هزار ولو الهزار اللي أنتو بتسموه هزار بريء الأبواب المواربة اسمها أبواب مواربة بتدخل سم فأي حاجة أنت هتسميها ده كان هزار بريء لا أنت زوجة فما فيش هزار بريء ما حد ليه ما يبقاش فيه هزار بريء لأن في الحقيقة الهزار البريء هي بداية سلم إزالة الحواجز ما بين الناس فأنت لو إني تب هسألك سؤال وتخليك صدقة مع نفسك إنت كنت هتؤر زوجك الشادة لأن الرسول الله سلم بيعلمنا معيار مهم جدا جدا عشان نبقى عندنا حالة من حالات السباة الأخلاقي اللي هي حالة إيه خلي بالك أن الحاجات اللي أنت بتخفيها عن الناس ما تعملهاش الإثم وما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس فما تعمليش حاجة لو إني اتزعت في العلن هتبقى أنت حس بخجل منها فأضر اللي يزوجك فيه وحاوله تتفهمه لأن في الحقيقة الراجل بيقول إنه ما بيطعنش فيك الراجل بيقول إنه هو غار عليك يمكن إنه لو أعمل أي حاجة تاني فوق اللي هو قاله ده يحتاج إلى اعتذار آه ممكن يعتذر لكن ما نحاولش بقدر الإمكان إنه إحنا نحاول نحمل الأسرة أعباء جديدة بحيث أن الأسرة تغرأ بنا يارب لهما الرشاد يارب العالمين واجعلنا ديما من أهل النظر بنورك والعمل بمقتضى مددك ورؤية جمالك في كل أحوالنا يا رب العالمين الهمنا الصواب والرشدة يا رب العالمين ولهم محمود وزوجته يا رب العالمين ولهم محموداً وزوجته يا رب العالمين الرشدة واجعلهم يا ربنا في رضاك وفي حماك ودائماً على سنة حبيبك ومصطفاك واجعلنا كذلك نحن جميعاً يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك رشداً للبيوت ورشداً للقلوب واستقامة في الخلق يا رب العالمين أكرم بيوتنا بنظرة ود ولطف وكرم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين